كيف حال أحوال الطقس اليوم حتى يصبح تلفازك العادي بهذا الشكل وبهذا الشكل متطور تابع معنا هذا الفيديو حتى تعرف كيف تحول تلفازك إلى تلفاز جيد متطور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لديك تلفاز عادي في المنزل تلفاز بلازما بجودة متوسطة أو جودة عالية جدا أو جودة عالية وتريد تحويله إلى جهاز أندرويد رائع لتحميل التطبيقات وتحميل جميع البرامج حتى تصبح فعال في هذا التلفاز وبطريقة جيد رائعة وجيد متطورة وجيد سريعة خاصة نقدم لكم جهاز تيفي بوكس أو مي بوكس اس كاتكا يعني جودة جيد رائعة جيد عالية خاص بالتطبيقات أندرويد قابل للبرمجة أو قابل لرفعه إلى درجات عليا هذا الأندرويد تدده 10 أو 11 تستطيع رفعه إلى حتى أندرويد 13 سوف نقوم لكم بهذا التطبيق أو هذا البرنامج وبتطبيقه على جهاز التلفاز الخاص بالبلازما الجهاز التلفاز الذي سوف نطبق عليه جهاز عادي وليس جهاز أندرويد بهذا الجهاز سوف يكون جهاز أندرويد فعال جدا وجد رائع نلاحظ قبل ذلك ماذا يحتويه هذا الجهاز لاحظوا إخواني قبل ذلك يمكنك تحويل جهاز تلفازك إلى كرونكاست وبجودة جد عالية وفي خاصية جوجل أسيستان يعني تتكلم في الريموت أو في التلي كوموند أو في جهاز التحكم الخاص به وسوف يطبق أوامرك وهذا بجودة جد عالية كما يحتوي على نيتفليكس يوتيوب وكل التطبيقات التي تريدها كما لديه جوجل بلاي تستطيع تحميل أي تطبيق تريده هذا الجهاز جد رائع لتحويل هاتفك أو تحويل عفوا تحويل جهاز تلفازك إلى جهاز أندرويد رائع جدا سوف نقوم بتطبيقه هذا الجهاز على الهاتف فتابعوا معنا أولا نقوم بفتح الجهاز جهاز يحتوي على ريموت جد رائع لاحظوا يحتوي على ضغط نيتفليكس وبرائم فيديو وجوجل أسيستان يعني تستطيع التتكلم بهذا الجهاز والجهاز يتحكم أو ينفذ وهذا الجهاز أيضا الريموت هذا ليس عادي بل عن طريق الشبكة لا يعمل عن طريق كما الأزيزة التحكم الأخرى بل عن طريق الشبكة يعني أنت في غرفة والجهاز والتلفاز في غرفة أخرى وتستطيع التتحكم به لاحظوا معنا ما يوجد أيضا كابل HDM طبعا لتركيبه في الهاتف وهذا القابس الخاص بالكهرباء وهذا هو الجهاز صغير جدا وجد رائع انظروا إخواني وهذا الجهاز من شومي وهو معروف بجودته الجد عالية هذا الجهاز يمتاز بقابل لإدخال USB يعني تزويده ببرامج وبتطبيقات وحتى فلاش تستطيع أن تقوم هذا الجهاز بفلاش عليه والأوديو وهذا القابس الخاص بالHD وهذا خاص بالكهرباء بتزويده بالكهرباء هذا ما يمتاز عن الجهاز السابق يعني ستيك هذا أفضل منه بكثير ويتوفر في المحلات بشكل جد كبير تابعوا إخواني سوف نقوم بالتجربة على التلفاز مباشرة وكيفية العمل به لا إخواني لن تندموا على هذا الجهاز جهاز جد رائع وجهاز جد فعال يمكنك ربطه حتى بالكلافي أو جهاز التحكم للكتابة الذي يكون بسعر جد منخفض في المحلات تستطيع شراءه في أي وقت تابعوا إخواني سوف نقوم بالتجربة على التلفاز مباشرة هذا هو التلفاز الذي سوف نقوم بالتجربة عليه تابعوا معنا أولا نقوم بوصل الكابلات الخاصة بهذا الجهاز نقوم بتركيب الكابل الخاص بالكهرباء ثم الكابل الخاص بالHDMI ثم نقوم بتشغيل الجهاز لاحظوا معي سوف نقوم بتركيب الجهاز في مكانه وضعه في الكهرباء ووضع جهاز أو كابل الHDMI في مكانه في الجهاز ثم ربطه في مكانه في التلفاز الجيد في هذا الجهاز أن الكابلات الخاصة به من نوعية جد مرتفعة وجد عالية ومحظي بشكل جيد جدا نقوم بتركيب هذا الجهاز ثم نلاحظ ما سوف نشاهده في الشاشة نذهب مباشرة إلى التلفاز نقوم بوصل الكابل الخاص بالHDMI في الجهاز ثم نقوم بتشغيل الجهاز ونلاحظ ما سوف يكون أو ما سوف يظهر لنا في بداية الأمر عندما يكون الجهاز جديد سوف يطلب منك تشغيل الريموت الخاص به حيث سوف يتم ربطه معه بالشبكة بالواي فاي لاحظوا إخواني كيف أصبح جهاز تلفزيون الخاص بك جهاز أندرويد متطور بمعنى الكلمة وخفيف جدا 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 لاحظوا إخواني أي شيء تريد تحميله أو الدخول إليه مثل تطبيق نيتفليكس تطبيق اليوتيوب تطبيق برايم فيديو أي تطبيق تريد الدخول له سوف يكون خفيف جدا لاحظوا التجربة أمامكم بأم أعينكم لاحظوا اليوتيوب كيف يكون خفيف جدا وبجودة جد جد مرتفعة صدقوني إخواني شيء لن تندموا عليه جودة جد عالية في الصورة سوف يخرج الطاقة الكاملة في جهاز التلفاز الخاص بكم جودة جد مرتطورة جدا وببرامج وتستطيع تحميل أي شيء تريده على تطبيق بلاي ستور الخاص به أي شيء تريده وأيضا تستطيع تحميل أو تستطيع رفع درجة الأندرويد الخاص بهذا الجهاز من 9 إلى 10 حتى 13 11 12 حتى 13 أنا قمت بتحديث الجهاز فور تركيبه والجهاز لاحظوا كم هو خفيف جدا جدا تستطيع ربطه بجميع الأجهزة التحكم عن بعد مثل إخلافي وحتى جهاز التحكم بالألعاب صدقوني جهاز لن تندموا عليه سوف يصبح التلفزيون الخاص بكم جهاز أندرويد ومتطور جدا جدا تستطيع التحدث مع تلفازك من بيتك ولاحظوا معنا التجربة سوف نعرضها عليكم الآن تستطيع التحدث معها وتجيبك بأي شيء تريده بالذكاء الإصطناعي كيف حال أحوال الطقس اليوم صدقوني لن تندموا عليه وفي الأخير أرجو منكم الانضمام للقناة وتفعيل زر الجرس حتى نفيدكم بكل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة